اشتركوا في القناة بالمفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بالجودة سنتحدث اليوم عن رواد الجودة رواد leaders رواد الجودة أو quality leaders يعني من جميع رائد هدولة طبعا كثير من الأسماء اللي رح نحكي فيها خلال هذا اللقاء البعض منهم طبعا هدولة كان لهم الفضل في تحول يعني آليات وطرق الصناعات في مجالات الصحة في مجال الزراعة في مجال الاقتصاد في مجالات كثيرة فكانت لهم البصمة التي يعني عملت على تجويد الخدمة وتجويد العمل بما يحقق المصلحة للمؤسسة المنتجة كما يحقق المصلحة للزبون أو متلقي الخدمة منهم جوزيف جوران إدوارد ديمينغ كروسبي تشوهارد دونابيديان وكثير من الأسماء الأخرى كما أنه انبثقت عن هاي الأسماء أدت إلى وجود بعض من الهيئات الاعتماد من الهيئة الكندية الهيئة الانجليزية الهيئة الانجليزية الهيئة بريطانية على اختلاف الأسماء المتعلقة فيهم جوران أو جوزيف جوران هو أمريكي بالأصل كان له البصمة الإيجابية في تغيير الحالة في اليابان بعد الحرب بعد الدمار الهائل والشامل اللي إصاب الدولة يعني برزت اللي هي الرؤى اللي كان بيقدمها قدمها للدارة الأمريكية في القرن الماضي تقريبا في السبعينات إلا أنه ما اعتمدوش على كلامه وكان بركز بالدرجة الأولى على أهمية استخدام الحسابات والإحصائيات والعمليات البسيطة التي لها الأثر الكبير في تحسين الخدمة وفي تجاوز الأخطاء وما يسمى بالفشل الداخلي والخارج زي ما نحن نحك كمان شوي فاعتمد كثيرا على استخدام الأسليم الإحصائية البسيطة إلا أن الإدارة الأمريكية لما تقدم إلها يعني لم يجد مكان إلو ولا مجال قدم رؤيته لا في اليابان في اليابان يعني تم دعته وأخذوا عن الفكرة اللي عمل هو بيشتغل فيها أو هو حابب يطبيقها وتم تطبيقها وكان يعني سبب من أسباب النجاح في الخدمة أو خلينا أقول السلعة اللي هم عمال بينتجوها واللي صارت عبارة يعني البضاعة اليابانية من أفضل البضاعة أو الصناعة التي يتم تصنيعها وصار العالم كل سوق ينتشر في البضاعة اليابانية وأثر كثيرا على النظام الأمريكي أنا ذا بسبب هالإنجازات اللي قام فيها جوران تقلد وسام الإمبراطور اليابان وهذا تقديرا للخدمة اللي قام فيها ونحو تحسين الجودة ونحو تحسين السلع والمنتجات التي أدت إلى رواج كبير على مستوى العالم إليه مقولة بقول أن الجودة هذه ما بتحدث بالصدفة إنما هي شيء مخطط له ويجب أن يتم وفق قطوات محددة زي ما هنحكي كمان شوي حكي على الجوران ما يسمى بالتريولوجي أو ثلاثية جوران اللي هي قائمة بالدرجة الأولى على التخطيط ومن ثم ضبط الجودة تخطيط الجودة وضبطها وانتهت الثلاثية بتبعته بتحسين الجودة وحط نقاط محددة رح نحكي فيها إن شاء الله كمان هو حط عشر نقاط قال هدولا هن يعني يمثلن خارطة الطريق في تطبيق معايير الجودة في الخدمة كما أنه حط كمان أليتين أو مجالين محددين للخطأ وها رح نحكي فيهم إن شاء الله خلال اللقاء يعتبر يعني جوزيف جوران من أشهر رواد الجودة في القرن العشرين ومش زمان مات مات جديد في الالفين وتمانية في التسعة وسبعين أسس معهد سمى معهد جوران للجودة له كتاب نعتبر مرجع كبير جدا كواليتي كونترول هاند بوك اللي هو كتاب مراقبة الجودة اللي هو اعتمد يعني أخص فيها الرؤية ابتبعته نحو تحقيق الخدمة الأفضل ونحو تحقيق السلعة الأفضل بين منافسين حقعد التعريف جوران للجودة قال هي عبارة عن يعني عملية يتم من خلالها قياس الأداء الفعلي الأداء الحقيقي مقارنة بالأداء المأمول بين قسين اللي هي المعايير اللي احنا وضعناها وين في عندي أنا اللي هو الفروق أو أخطاء مطلوب عملية اللي هو الحل حتى نصل إلى درجة من زي ما حنشوف كمان شوي في التعريف التاني إلى تقليل قدر المستطاع من الديفكت أو الأخطاء وصولا إلى صفرية الإيفكت أو الزيرو ديفكت عفوا اللي هي زيرو ديفكت يعني صفرية الأخطاء أو صفرية العيوب حتى تصل للمواطن أو للزبون على أكمل وجه وأفضل شيء بدلية قال إن الجودة كمان هي التخلص من العيوب بمعنى أن معدل الأخطاء يجب أن يكون قليلة جدا سواء فيه بدأ بالتصميم أو الإنتاج أو البيع وصول يعني بين جوسين لما نصل خارج المؤسسة أو خارج المصنع إلى المواطن نفسه حتى نصل فيها إلى تقليل الأخطاء إلى أقل المستوى ممكن قال هي عبارة عن ملائمة المنتج أو الخدمة للمستفيد أو لمحتاجيها ملائمة الخدمة حسب ما بده الزبون يبتبعها أنا في النهاية كمؤسسة باعتمد على رضا الزبون إيش هو بده؟ بدي أعملها بأفضل شيء يلاقي الرغبة والحاجة ابتبعته وقال هي أيضا المطابقة لإحتياجات متلقي الخدمة قال هي الملائمة للاستعمال الملائمة للاستعمال ويقال هان يعني في مفهومين في كلمة ملائمة الاستعمال أن الجوزة تعني تقليل معدل الأخطاء إلى أقل حد ممكن زي ما حكينا في مراحل اللي هي التصميم مش مراحل الإنتاج أو مراحل البيع يعني بد تبدأ بالتصميم لأن الخطأ اللي موضوع بالتصميم راح نتلافاه في عمليات الإنتاج راح نتلافاه لما بيصل للمواطن بيكون في دفك قبل يمكن بعض سنوات قليلة جدا تويوتا شركة تويوتا لصناعة المركبات سيارات سحبت من السوق 860 ألف سيارة طبعا هذا سموه فشل خارجي اكتشفوا أنه فيه عطل في المحرق وصلتهم الشكاوة اضطرت الشركة على حسابها الشخصي تمام؟ لأنه تسحبت 860 ألف سيارة من السوق وتضطر تعود المواطنين اللي هم اشتروها فقديش هذا بسموه الفشل الخارجي؟ إنه كان بعد ما إنه تم الانتهاء من الإنجاز كامل للخدمة هاي الموجودة أو هاي السلعة تم تسويقها في السوق هذا سموه فشل خارجي في السوق لما تم اكتشاف الخطأ سموه فشل خارجي لأنه لم يتم السيطرة عليها داخل المؤسسة ومحدش طلع عليها طبعا تكاليف الفشل الخارجي أكتر بكثير من الفشل الداخلي زي رح نحكي كمان شوي قال إنه الأمر الثاني في موضوع ملامة الاستعمال قال إنه بدي أصل لأنه أخطاء أقليل قدر المستطاع في التصميم الخطأ اللي أنا بقدر أتجاوز اليوم مش هيكون عندي المرحلة الثانية في الإنتاج من خلاله مراقبة والتفتيش المستمر وكمان اللي هي أثناء البيع حتى نصل إلى أقل مستوى من العيوب وفيه الغير قال لا إحنا بديش أقل مستوى في العيوب بدنا زيره دفكت يعني أنا بدي صفرية العيوب المحتوى الثاني ضمن ملائمة الاستعمال كمفهوم قال إن الجودة تعني توفير الصفات والخصائص التي تلبي حاجات المستفيد وتوقعات المستفيد قال إدارة رسالة الجودة تتلخص في نقطتين أو في رسالتين رسالة الجودة في رسالة للإدارة أو بيقوسين بسموها رسالة المؤسسة إنه هي تقوم على الإعداد الصحيح من خلال المتابعة في التصميم والإنتاج والبيع وسمناها فيتنس فوريوز أو الملائمة الاستعمال وقال رسالة الأقسام الأقسام اللي هي المستوى الثاني ضمن مستويات الإدارة إنها تشتغل حسب المواصفات التي وضعت لأثناء عملية التصميم حتى ما يكون فيه أخطاء ممكن يعني تؤدي إلى فشل في تقديم الخدمة أو فشل في الخدمة نفسها اللي ستقدم للمواطن ولا تلاقي الاحتياجات اللي هو بديها جوزيف جوران قال أفكاره في عشر نقاط الأولى قال تحديد أهداف التحسين ليش أنا بدي أعمل عملية تحسين لأن أنا بالنسبة لي بدي أسيطر على السوق لأن أنا بالنسبة لي بدي تكون خدمة بتبعتي سيطرة شريفة يعني كمنافسة إنه أنا بدي أكون الخدمة بتبعتي أفضل خدمة أنا في عندي مركز صحي خاص بيعتمد على اللي هو المواطن وروض المواطن وبيشتري الخدمة عندي شراء إذن بدي تكون عندي أفضل خدمة من مستويات من القطاعات الأخرى المنافسة سواء في القطاع الخاص أو في الأهلي أو في الخيري أو في الحكومي أو في اللي هو مثلا الوكالة فبدي يكون عندي أفضل خدمة يتخليني المواطن تجذب المواطن لتلقي الخدمة من المركز أو المؤسسة بتبعني اعتبار عملية التحسين جزء من نظام المؤسسة وهنا مهم جدا أنه الجودة وفريق الجودة هدول ما يكونوا هم عبارة عن مهمة استثنائية يعني زي ما أجب حاجة يسموها عقد بمهمة أنه تخلص لها الشغلة والله أعطيك في العافية وتروب يقول لا يجب أن تكون جزء من نظام المؤسسة يجب أن تكون ضمن الهيكلية الإدارية للمؤسسة يجب أن تكون ضمن عملية التنظيم بمعنى أنه هدولة لهم مكان دائم داخل المؤسسة نفسها كفريق عمال بيقدم اللي هو الخدمة من خلاله هو بيقدم لنا الدلائل الإرشادية بيحط لنا الأدلة والإجراءات كيف إحنا نشتغل تمام؟ في عندي مجلس إدارة المجلس الإدارة هذا الموجود يفضل أن يكون بيننا أعلى مستوى في المؤسسة نفسها زي المدير العام تمام؟ ويكون في عنا لجان للجودة وفريق للجودة وحنحكي قدام إيش الفرق ما بين الفريق وما بين اللي هو اللي جانب النقطة أنا حكيت النقطة الثانية والثالثة ضمن اللي هما أفكاره الرابعة زيادة درجة الوعي لدى الموظفين بأهمية عملية التحسين لأنه إذا اقتنع الموظف أو مقدم الخدمة بأهمية هالتحسين بأهمية هالبرامج اللي إحنا بنقوم فيها والإعداد والتدريب والتعب عشانها والتجويد المستمر راح تنجح الفكرة راح تنجح اللي هي الآليات اللي بنقوم فيها قال مهم جدا نهتم بعملية التدريب اللي إحنا درسناه اليوم بالتأكيد هو مختلف مستقبلا تمام؟ لأنه فيه إضافات فيه علوم جديدة فيه أبحاث جديدة فيه دراسات عمال بتجيب لنا فيه رؤى ونظريات ونتائج بحثية جديدة فبناء عليها بدي يكون فيه عندي تطوير وتدريب الزمان لما قلنا كانوا بيعمل مثلا عملية تفتيت العصب بيعملهاش عملية اليوم زي التفتيت بجهاز معين لا كان بيعملها عملية جراحية ودخول لمستشفى وتكاليف وتعرض للعدوى وبتغيب عن شغل المريض وشغلات كثير لها تداعيات سلبية إلا أنه اليوم صار فيه عندي جهاز ممكن يقدم الخدمة ياخذ الراجل هالخدمة بتلعته ساعة ساعتين ثلاثة من خلال التفتيت بجهاز خارجي تمام جهاز تفتيت الحصاب ويروح على البيت تاني يمكن يكون بشغله بتكون هي أقل تكلفة على الشخص نفسه وعلى النظام الي بيقدم الخدمة عشان هيك مطلوب انه كلهم فيه أبديت فيه تحديد فيه إضافات فيه جديد بيكون فيه عندي نوع من التدريب والتعليم المستمر قال من ضمن الأفكار وتشجيع العاملين وحثهم على تحسين الأداء من خلال التقدير يعني زي ما بيقولوا فيه إحدى نظريات الإدارة اللي هي لا علاقة بالجوانب النفسية أنه الثناء والتشجيع والشكر للموظفين الثواب والعقاب أحد اللي هي الأطر والآليات الصحيحة من أجل اللي هو التحسين والتحسين المستنى الاهتمام بتنفيذ المشاريع التي تساعد على حل المشكلات في المؤسسة نفسها أيضاً قال الاهتمام بتقديم تقارير باستمرار تقارير داخل المؤسسة وتقارير من خارج المؤسسة كيف من خارج المؤسسة؟ لما أنا بأجي بأعمل متابعة للمنتج بتبعه للخدمة بتبعه للسلعة اللي أنا بقدمها للمواطنين مدى الرضا عن هاي الخدمة إيش هي إمكانيات التحسين اللي أنا ممكن أعملها؟ إيش الناس بتفكر؟ إيش الناس بتقول عني؟ الاهتمام بعمليات اللي هو الاتصال ما بين الإقسام والفيد باك أو ما يسمى بالتغذية الراجعة هادي قديش ممكن تحطنا أول بأول في طبيعة الوضع الموجود الاهتمام بتوثيق النتائج بأشكال بيانية بقول يعني مثلاً أنا اليوم افتتحت على سبيل المثال قسم جديد وفيه خدمة جديدة تمام؟ في مستشفى ما كانش موجود عندي خدمة مثلاً جراحة الأعصاب قديش في عنده أنا مترددين قديش هل ترند عن مال بزيد؟ ولا هدول الناس بيقلوا أعدادهم؟ قد يكون فيه زيادة معنا كلام فيه تحسن مستمر المدخولات من وراءها الخدمة الجديدة اللي أنا أضفتها وجبت فريق وأدوات وكذا تمام؟ وفرت لها اللوجستيكس كلهم هل صار فيه عندي يعني رافض مالي جديد حسن ولا ضايل وضع زي ما هو فإلها علاقة بمعدلات بالنسب اللي هي المدخولات المالية اللي ممكن التابع إلها علاقة بعدلات المراجعين إلها علاقة برضاء الناس فبقول هذه لازم إحنا نوثقها بأشكال بيانية يعني رسومات بيانية ليش؟ لأنه دائماً المانجر ودفول فلد أجندة يعني المجندة بتبعته ملاني ما بيفضى يقعد يقرأ تقارير ممكن تكون الصفحة فيها 200 و300 كلمة كم صفحة يعني بدي يقضي يوم فيها فمختصة هذه لازم تكون لكن أحياناً بيكون الرسومات البيانية بتعطيه يعني مختصة عن المقال كله والله إحنا شهدنا على سبيل المثال في شهر سبعة ازدياد في معدلات اللي هم المراجعين صار في عندي نخص حاد في شهر تمانية أو في شهر تسعة المنحنة البياني عمال بيوضحنا زي اليوم إحنا بمتشوف وبنسمع عن حاجة اسمها تصطيح المنحنة في موضوع كورونا كل يوم أنا أحكي اليوم مية تسعة وشين مبارح سبعة وثلاثين أول مبارح كان ثلاثة واربعين أول أول مبارح كان مية ستين أسبوع اللي فات كنا بنحكي على مية وخمسة هاي شغلات مش كتير إلها يعني مدلولات لكن لما بنعمل على برنامج إحصائي وبتم تحليلها من خلال رسمات بيانية بتقول لي إحنا وين وين في عندي زيانة وين في عندي نقصان وإلها علاقة بروابط مثلا زمنية ومتغيرات أخرى متعلقة حسب نوع اللي هو الرسم البياني ثلاثية جوران أو ما يسمى بالجوران هي قائمة علىنا الثلاث نقاط زي ما حكينا التي هي تخطيط الجودة وهذه إلها عدة بنوط والكوليتي كنترول ضبط الجودة وكوليتي امبروفمت أو ما يسمى بتحسين الجودة بداية في تخطيط الجودة المؤسسة يجب أن يكون لها أهداف مستقبلية شو الرؤية والأهداف اللي إحنا بدنا إياها هذا يجب أن تكون موضوع عشان يجب أن يقول إحنا تخطيط يتم تحديد واستخدام وتخصيص موارد بشرية كلهم حسب الخدمة المؤسسة موارد مالية موارد أو أدوات لوجستية يعني كل الموارد اللي أنا بدي إياها أو ما يسمى بالإمبوت اللي هي المدخلات بدأت تكون محددة ومجهزة على أفضل إمكانية ممكن أجيب أنا أفضل جهاز موجود واخترعوا العالم ووفرتوا أنا في هالمركز أو هالي المستشفى لكن هذا لا يكفي بدي أنا فريق فريق يقدم يقدم الخدمه من خلال استعماله لهذا الجهاز إذن أنا بدي ضمن الإمبوت أو ضمن الموارد تمام؟ ضمن المدخلات بدي كمان العنصر البشري المدرب بدي أنا كمان فريق صيانة ممكن هذه فترة من الزمن يعطى لها الجهاز زي الجهاز الرنيني اللي كان موجود في مركز نايف في مستشفى الشبيع قاعد سنوات عطلان وما شغلوش هالمركز اللي كان عليه تكلفة كبيرة جدا وقاعد فترة لأنه ما فيش حدا ممكن يعمل له صيان أيضا ضمن التركيز على تحديد المستفيدين مين الفئة المستهدفة أنا اللي أنا بدي أوجه إمكانياتي عشان أنا أقدم إلها الخدمة وأشوف إيش رأيهم عشان إيك أنا مطلوب أني أستطلع آراء هؤلاء الناس اللي هم يعتبروا الطارقة بتبعي الهدف اللي أنا بدي أقوم بوضع الخطط وتوفير الخدمة والسلعة بتبعتي وتحسينها من أجلهم تطوير نوعية المنتج ليتوافق مع ما يرتضين مستفيد نفسه هذا ضمن الأساسيات المهمة وآخر حاجة في تخطيط الجودة قال تحديد خطوات العملية الإنتاجية طيب كوالتي كونترول أو ضبط الجودة قال بالطم من عدة نقاب تحديد العمليات التي تحتاج لتحسين هاي طبعا من خلال المتابعة الداخلية من خلال الإشراف من خلال الاطلاع والملاحظة والتدقيق الشغل الثاني وضع آلية للقياس ما احنا بنقول إنه في تعريف وقال إنه أنا الأداء الفعلي مع الأداء أو المعايير اللي هي اللي أنا أطمح إنها تكون موجودة وإن كان فيه خلال فبدي أداء من أدوات القياس التي تحدد إنه بالفعل أنا أخفقت أو أنا كنت في مصيب فيها تحديد طرق المراقبة يعني في عندي مثلا مراقبة إلكترونية عن بعد من خلال كاميرات المراقبة من خلال مشرفين داخليين على التصميم مشرفين على الإنتاج ومشرفين من خلال عفوا اللي هو ممكن يكون استبيانات واستطلع آراء المواطنين ومدارضاهم عند الخدمة هاي بدي يكون في عندي تحديد طرق اللي هي المراقبة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللي هي وفق ما يعني تخرج إجراءات الضبط والمتابعة والتفتيش والمراقبة قال بعد هيك بدلزمنا تحسين مستمر اللي هي quality improvement تحسين الجودة قال وضع آليات لتحقيق الجودة بشكل مستمر بمعنى أنه أنا مش يكون في عندي استجابة لخلل أو لخطع معين تمام وبعد هيك تنتهي بانتهاء المشكلة لا يجب أن يكون على الدوام في عندي نوع من اللي هو المتابعة ووضع آليات المتابعة المستمرة من أجل التحسين المستمر توزيع الموارد والمهام بمتابعة مشاريع الجودة إجراء التدريب اللازم والتعليم المستمر لا الطواقم الفنية والإدارية اللي بتقوم بتقديم الخدمة وبداية بالتصميم والإنتاج ومن ثم البيع والتوزيع في السوق تشكيل إدارة تتولى مسؤولية الجودة والمتابعة والمحافظة على المكاسب والنجاحات اللي موجودة قال معالجة المشاكل اللي ممكن يكون في عمليات التفتيش والمراقبة والمتابعة ممكن طرق المعالجة وتكون بشغلتين قال الأولى هي معالجة المشاكل الحادة أو ومعالجة المشاكل المزمرة بداية بالمشاكل الحادة يعني العمال طرعت معاي جديد قال عن طريق قياس الأداء الحالي تمام إحنا وين في اللي إحنا بنشتغله هل إحنا ملتزمين اتنين بالمعايير الموضوعة ولا لا ثلاثة إذا كان فيه فوارق بدي أعمل عملية معالجة إلها إذن هذه بيكون عبارة عن خلينا أقول اكتشاف للفشل الداخلي للأخطاء اللي هي ممكن تكون موجودة أو الإخفاقات بتم معالجتها بشكل سريع بعد مقارنتها بي المعايير اللي إحنا موجودة وإذا كان فيه فوارق يتم المعالجة قبل ما نطلع برة الثاني قال معالجة المشاكل المزنة الممكن تكون هاي إلها مدة داخل المؤسسة من خلال طبعا اللي هي دراسة وأبحاث لمتابعة أعراض المشكلة تشخيص الأسباب ووضع الحلول حسب الإمكانيات وحسب طبيعة المشكلة آخر حاجة قال تكليف الجودة أو تطبيق الجودة تكليفين تكليف أولى أو خلينا أقول أساسية أو بسموها تكليف المطابقة هنحكي كيف والتكليف الثاني هي تكليف عملية عدم المطابقة قال تكليف المطابقة المقصود أنه هل أنا متبع الإجراءات الصحيحة وفق الرؤى وفق التصميم وأليات العمل الصحيح المطلوب وإلى فقال هي تجتمل على التقويم والوقاية وتكليف التدريب وتطبيق برامج تحسين الجودة وتكليف الإختبار والتفتيش إحنا كل هدول الشغلات اللي إحنا نحكي فيهم هدول المطلوب تكون موجودة ضمن إجراءات صحيحة من أجل تقديم الخدمة الصحيحة أو إنتاج السلعة على أفضل ما يمكن فهذه بدأت تكون تكليف مباشرة تكليف أساسية بدونها ما بدرج أصل إلى مستويات وأو من أحسن من خلالها الخدمة أو المنتج أو الخدمة الممكن تقدم إلى هذا الموارد بقول تكليف أخرى وهذه تعتبر هي المشكلة الأكثر تكليف عدم المطابقة شو أنا عدم المطابقة إنه لما احنا عملنا عملية متابعة القينا إنه ما فيش حدا بيشتغل أو في خطأ مش ماشين حسب المعايير اللي هي تم وضحها بدأت تحتاج إلى إعادة عمل إعادة إصلاح وهادي بسموها أو فيها شغلتين إما بتكون قابل ما يطلع المنتج برة أو بعد ما يطلع المنتج على السوق والتكلفة مختلفة في الحالتين إذن عدم المطابقة إنه في منه إشي داخل المؤسسة اكتشافه داخل المؤسسة وسموه الفشل الداخلي وهذا تكلفته أقل إنه عسبين المثال هالمصنع العمل بيصنعلي هالأدوات تم اكتشافه من خلال المراقبة والتفتيش الداخلي إنه في خلل فيه اللي هو هالسلعة أو هال المنتج اللي إحنا أنتجناه اكتشفنا الخلل تم معالجته هيكلفني طبعا لأنه أنا بعمل إعادة تدوير أو بعمل إعادة إصلاح أو بشتغل من جديد هذه تكلفة أو بعد من اللي موجوده برجع اشتغل من جديد لكن هاي التكلفة بسموها إيش ضمن الفشل الداخلي تمام الفشل الخارجي إنه هالخلل تم اكتشافه خارج المؤسسة أو خارج المصنع بعد ما إحنا قدمنا الخدمة أو صنعنا هالسلعة لمطلوبة تمام أو زي ما قلنا المثال قبل شوي صنعنا هالسيارة التويتة ونزلناها على السوق واشتراوها المواطنين اشتكوا من خلل في المحرك المواطن اللي اشتكى من خلل في المحرك اضطرنا إنه نسحب هالمنتج ونعمل تعويض للناس هاي بسموها الفشل الخارجي إنه أنا اكتشفت الخلب أو العيب اللي موجود في السلعة أو المنتج بتبعي وقته بعد ما نزل على السوق بعد عملية التسويق وطبعا هنا التكلفة بتكون أكثر بكثير عنها لو كانت داخل المؤسسة أو ما يسمى بالفشل الداخلي الرائد الثاني من الرواد الجودة هو ديمينج ديمينج هذا مستشار أمريكي اهتم بالإحصاء وهو إحصائي كمان اه يعتبر أحد رواد الجودة الشاملة اهتم كثير بالتيكيو أم أو إدارة الجودة الشاملة أيضا هو كرم من إمبراطور اليابان لكوسام وتم تقليده بوسام الإمبراطور تقديرا لجهوده في نهضة اليابان وقال أنا بالنسبة إلي الجودة هي عبارة عن تخفيض مستمر للخصائر وتحسين مستمر للعمل في كافة النشاطات وكافة المجالات اهتم كثير من خلال رؤيته على أن الإدارة الإدارة هي المسؤولة عن الارتقاء بالجودة وذلك من خلال فهم العمل من خلال وجود آليات وأدلة وأدلة إرشادية وإجراءات ثابتة تمام حسب اللي هو طبيعة الخدمة وقال أنه أن الإدارة بيدها دعم التحسين والتحسين المستمر حط 14 مبدأ اللي هي بتلخص الرؤية ابتبعته في إدارة الجودة فقال أنه مهم جداً ثبات هدف المؤسسة نحو التحسين والتحسين المستمر وهذه سيعطيها ميزة تنافسية في السوق وإمكانية اللي هي الارتقاء اتنين قال تبني فلسفة جديدة لمفهوم الجودة يقوم على رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف وهذا معتمد بالدرجة الأولى على مشاركة الجميع المقصود الجميع الإدارة العليا والإدارة الوسطة والإدارة التنفيذية أيضاً قال التوقف عن استخدام التفتيش لغرض تحسين الجودة والتحول لاعتماد وسائل إحصائية تقوم على مراقبة أداء الأداء نفسه أو مراقبة العملية الإنتاجية أو مناطرتها مناطرتها زي ما قلنا هي منوتوريك عبارة عن مراقبة وهذه بتتلخص في حاجة اسمها الرقابة الوقائية اللي هي تهدف إلى عدم وجود الخطأ قبل ما يحصل ودعم مش إحباط دعم المخطئ حتى يتجاوز المحنة اللي موجودة يعني مش نحن من ندمره كمان هو أخطأ لكن بننشد على إيده على أنه يكون أحسن ويحسن أربعة قال اهتمام بالتدريب في إضافة الوسائل والتقنيات الجديدة والحديثة أثناء العمل خمسة قال استخدام الطرق الحديثة في عمليات الإشراف يعني ما فيش دعم قال أنه ممكن يكون مثلا في أن التطبيقات جديدة زي الكاميرا الموجودة كمان اللي بتقوم على عملية المراقبة أثناء العمل ويعني تجنب الجانب التقديدية في الإشراف البعد عن سياسة التخويف والتوجه نحو الجو المبدع والفعال القائم على التشجيع وإحياء جو الإبداع وهنا خلينا نقول عنه هو القيادة كيف تصنع يعني تؤثر فيهم وتصنع لديهم الطموع التخلص من الحصص الكمية للإنتاج لكل عام لكل آلة يعني إحنا بناخد بقول الجو ديها نظرة كلية مش نظرة فردية لكل شخص قديش إنت أنتجت إحنا قديش أنتجنا وإحنا وين أخفقنا التوقف عن اتباع فلسفة الشراء المعتمدة على الأسعار فقط بل التركيز على جودة المواد المشترى يعني قال إحنا جودة وتحسين الجودة ومش أنا أقول قديش أنا بيعت وقديش شريط قديش كان فيه عندي ما يسمى بالإمباكت أو الانطباع لدى المواطن عن هالخدمة أو هالسلعة اللي إحنا روجناها بالسوق استخدام الوسائل الإحصائية لتحديد المشكلات ومصادرها واستخدامها لتحسين الإداء وهيك هو بكون اتفقت مع جوران اللي قال استخدام الأساليب الإحصائية البسيطة بتسهل فيه عملية التعرف على المشاكل وتشخيص هذه المشاكل القضاء على الحواج بين الأقسام من خلال اعتماد فريق العمل والاعتماد الفريق العمل في الإنتاج وهذا بيقول من خلال حل الصراعات ما بين اللي هم الزملاء بالمستوى الإداري الواحد والمستويات الإدارية المختلفة وإيجاد مبدأ قائم على التعاون على الشراكة ما بين أعضاء الفريق الواحد في العمل المراجعة الدورية لمعايير العمل هل إنه ما زلنا صح هل هي تتماشى مع المستحدث في العالم هل هي تتماشى مع احتياجات الزبون أم إنه إحنا بحاجة إلى تحديث وتطوير أكثر بالتأكيد إذا بنحكي على تحسين مستمر إذن إحنا بنكون بحاجة إلى تطوير مستمر رفع الحواجز التي تمنع العامل من أخذ فرصته يعني لكل مجتهد نصيب يجب أن يرتقي في بيئة العمل ما دام إنه هناك معني ما يسمح بإنه يرتقي به رفع كفاءة العاملين بوضع برامج تدريب مستمرة تقوم على تحفيز المتدرب أو العاملين تقوم على الارتقاء بإمكانياته وقدراته سقل مهارات وقدرات جديدة وقال آخر شغلة اتخاذ ما يلزم لتطبيق التلتاشر نقطة السابقات التي تم ذكرها من مبادئه وقال تم استخلاص عدة أخطاء عفوا عدة سبعة أخطاء بتقول فيها المؤسسات بقول إحنا لو طبقنا الأربعة عشر بند هدول بتخلينا نتجنب وجود الأخطاء العامة في كثير من المؤسسات وحصر هاي الأخطاء السبعة في عدة نقاط قال عدم وجود ثبات لغرض أو لهدف المؤسسة مهم جدا وإذا بنرجع لبند رقم واحد وجود ثبات في هدف وفلسفة المؤسسة فقال من الأخطاء أنه قد تكون متغيرة في بعض المؤسسات حسب اللي هو المستجدات وحسب مواقف معين فبقول الهدف يجب أن يكون ثابت اتنين من الأخطاء اعتماد المنفع أو النتائج التي تتحقق من خلال الأعمال القصيرة بين قسين الأرباح قصيرة الأجل وهنا بقول لا إحنا مطلوب إحنا يكون رؤيتنا استراتيجية يعني بعيدة المدى والهدف اتبعنا أكثر منه هدف قصير المدى زي بداية أمريكا لما عرض عليهم اللي هو جران الرؤية اتبعته في نحو التحسين وتطبيق معايير الجودة إلا أنهم قالوا لا هاي منتجاتنا منتشرة في الأسواق بعد هيك لما يعني قلد جران اللي هو وسام الإمبراطور من إمبراطور اليابان بسبب أنه صار المنتج الياباني هو مسيطر على السوق كليا بسبب اللي هو جودة الإنتاج الموجودة هذا أخذ فترة من الزمن إلا أنه حقا يخذف بعيد المدى قال من الأخطاء أيضا تقويم الأداء بالتقييم الكمي والاعتماد على المعدلات والمراجعات السنوية قال لا احنا أكثر من هيك بدنا الامباكت أو التقييم الكيفي أو التقييم خلينا أقول إيش الناس بتقول عني إيش الانطباع عن هالسلعة وعن هالخدمة أكثر وهذا بحقق إلي ثبات في اللي هو السوق حتى وإن صار كبوات مع هاي الشركة بتعاود ترجع إلى حالتها وبترتقي وبترجع تسيطل على السوق حتى وإن كان أو صار محة ظروف استثنائية وإخفاقات معينة عدم ثبات التدابير الإدارية والتغير المستمر في الإدارة وقال هاي من الأخطاء لجب أن يكون الصاحب يقول أن يجب أن تكون ثبات للإدارة في أماكنها وهذا سيساعدنا في تطبيق معيير إدارة الجودة الشاملة قال من الأخطاء أيضا سعي المؤسسة للمؤشرات المحسوسة إيش يعني الأحصيات والأرقام وكذا لا في شغلات نانتين قبل يعني غير محسوسة تمام هي مدركة تمام يدركها المواطن أو المستفيد في جودتها ولكن ما بيلبسها فبقول إحنا ما بدناش نعتمد على الشيء الملموس باليد بنا نعتمد على الأشياء اللي الناس بتشعر فيها زي ما قلنا قبل شوي كإنبك كإنطباع التكاليف الطبية الزائدة وهي قال من الأخطاء الموجودة والتكاليف الزائدة للضمان قال هاي من الأخطاء الموجودة دور التحسين من أربع نقاط قال تقوم على التصميم للخدمة أو للمنتج بما يتماشى مع متطلبات السوق ويرتضي المواطن أو المستفيد ويرتضي ضمن معايير جودة صحيحة قال انتاج حسب اللي هو انتاج الخدمة حسب المواصفات وهي طبعا تتماشى مع المعايير وين في عندي فروق ما بين الأداء وما بين المعايير اللي تم وضحها بتم الأصل أنه يتم تقييل الفجوة ومع بينهم وإذابتها قال ضمن دورة التحسين تسويق الخدمة والمنتج وبعد هيك بتدلحق هالخدمة على السوق ويقول ايش الناس بتقول عني كحكم للمنتفعين على الأداء ديمين يرى أن الجودة تصبح نقطة ارتكاز لأي مؤسسة من خلال أربع شغلات قال الأولى الالتزام للإدارة وهذا زي ما حكينا يلزم أنه يكون في عندي ثبات فيه اللي هو السلم الإداري الموجود اتنين تحديد رسالة المؤسسة والرؤية المستقبلية وهذا أيضا يلزم نوع من اللي حكينا عنه ثبات في أهداف وأغراض المؤسسة ورؤيتها وفلسفتها المستقبلية تلاتي الاهتمام بالإبداع والابتكار ومراعاة تهيئة أجواء مناسبة للعاملين وتشجيعهم والشد على عيدهم وقال النقطة الرابعة اللي تعتبر نقطة ارتكاز رئيسي لأي مؤسسة حتى تنجح في تطبيقها قال أنه تخصيص الموارد اللازمة من أجل التعليم والتدريب والتعليم المستمر داخل المؤسسة والاهتمام بهاي الأمور الرائد الثالث من الرواد الجودة هو كروسبي يعني بالتسعة وسبعين كان أشسس مؤسس أو كلية سماها كلية الجودة عمل كتاب اسمه قولتي زفري قال الجودة مجانية يعني يقال أنه لاق رواجا ويعني إقبالا كبيرا جدا في ذلك الوقت في نهاية السبعينات هو من أول من نادى زيب zero ديفكت أو صناعة بلاعيوب لو رجعنا لجران كان يقول تقليل الأخطاء إلى أقل مسوى بينما هو حكى بلجب أن نصل إلى zero ديفكت اللي هي صفرية الأخطاء وقال الجودة هي التطابق مع الاحتياجات أو المواصفات حط 14 مبدأ من مبادئهم قال هدولة يحقق اللي هي الجودة اتفق كثيرا مع زملاء ديمينغ في الـ 14 نقطة ومع جران في العشر نقاط اللي وضع هنا فقال ثبات الإدارة أو التزام الإدارة بالجودة هذه أحد المبادئ والكل بركز على موضوع اللي هي الإدارة لأن الإدارة هي صاحب للقرار الأول والأخير هي اللي ستتوفر الإمكانيات والموارد سواء مالية والمشارية وتعتمد على التدريب وتؤسس لهذا الأمر إيجاد جسم إداري تمام ضمن الهيكلية الإدارية باهتمام بوجود فريق جودة ولجان ومتابعة وما إلى ذلك لذلك الكل اهتم في موضوع التزام الإدارة العليا بالجودة وتحديد الأهداف المطلوبة تكوين فريق لمتابعة أعمال تطبيق الجودة وهنا فيه فريق وقد يكون فيه لجان هنحكي عنها استخدام القياس كأداة موضوعية في التحسين يجب أن يتم قياس هل تتطابق وتتماشى مع الاحتياجات والمواصفات حسب المعايير المطلوبة ولا لا وهذا من القياس يعتمد أنه إذا كان يتوافق مع المطلوب إذن إحنا ضمن الصواب ويعتمد في ذلك على إيجاد آليات التحسين المستمر العمل على زيادة وعي العاملين بأهمية الجودة وقلنا أنه إذا كان ما فيش انتماء أو تبني لفكرة الجودة لدى الفريق العامل ستكون اللي هي الأخطاء أكثر من النجاحات والإخفاقات أكثر من وجود اللي هي الارتقاء أو إمكانية تطبيق معايير الجودة داخل البؤسسة اللي هترتقي بالعاملين وترتقي بالسلعة والمنتج تحديد تكاليف الجودة مهم جدا قال من المبادئ وهاي التكاليف رح بنقارنها بعد هيك في التكاليف اللي لو أخطأنا قديش ممكن تكون اللي هي التكلفة المباشرة والغير المباشرة اتخاذ الإجراءات التصفحية في حال وجود أخطاء وإخفاقات قال أيضا التخطيط السليم لإزالة العيوب من المنتج وقال هذا مهم جدا قبل اللي هو أثناء عملية التصميم عشان أصل إلى زير الدفكت أو صفرية العيوب التركيز على التدريب وخاصة المشرفين طبعا التدريب بكافة المستويات ولكن ركز كثيرا على اللي هم منتج اللي ينزل على اللي هو السوق تحديد يوم خاص لزيادة الوعي ويسميه منتج بلا عيوب تحت شعار منتج بلا عيوب وهذا مما يدلل على مدى أهمية الفكرة العمال اللي هو بيحكي فيها وتعزيز هالفكرة هاي اللي هو العاملين اللي موجودين تشجيع الابتكار الفردي من خلال اللي هو يعني التشجيع والشد على أيديهم والمكافأة والارتقاء في بيئة العمل لما يكون في عندي أفكار إبداعية وناس مبدعين التخلص من الأخطاء وإزالة معوقات الاتصال وهذا أمر مهم زي ما قلنا أنه كروس ديمينغ حكي أنه يكون فيه نوع من التغذية الراجعة وتسهيل عملية الاتصال والتواصل ما بين الأقصال وما بين الإدارات وإنه يكون فيه نوع من الفيدباك أو التغذية الراجعة مكافأة من يقوم بجهود لتطوير الجودة وتحسينها هذه من الأمور التشجيعين مهمة تكوين مجالس للجودة بين قسيم لكافة الأقسام والمستويات الإدارية بين قسيم نقول عنها اللي هي اللي جان وقال النقطة الأربعة هي الاستمرار في عملية التحسين من خلال تكرار العمليات أو المبادئ السابقة اللي هو ذكرها والتركيز عليها واستخلص كروسبي مبادئ الأربعة مبادئ الأربعة في أربع نقاط أو أربع محاور الأولى قال المطابقة مع المتطلبات إنه احنا نمشي في منتجنا حسب المواصفات والمتطلبات المعيارية اللي تم وضحها من قبل الإدارة والناس اللي هم المصممين أو اللي اللي لهم علاقة بوضع الخطط في هذا المجال اثنين قال الجودة تكمن في الوقاية عن طريق عمل الأشياء بطريقة صحيحة من أول مرة بدل من تصفح الأخطاء مهم جدا قال الجودة إنه أنا ما أغلط اليوم وبعدين أصحح لا أنا بدي أشطل بالطريقة الصحيحة من أول مرة عشان ما أغلطش بعد هيك وما استمرش بالخطأ وما يكونش فيه نوع من التكلفة المباشرة والغير المباشرة قال أيضا من المحاول إنه شعار صناعة بلا عيوب أو صناعة بلا عيوب أو zero defect هو معيار الأداء واعتبار معيار الأداء الصحيح هو عدم وجود الأخطاء مش إنه أنا في عندي خطأ ولو بنسبة واحد في المين قال zero defect هذه أحد المحاول اللي استخلصها من الأربع عشر مبدأ اللي حكاهم قال إنه أنا بدي منتج بلا عيوب صفرية العيوب النقطة الرابعة ضمن المحاول اللي استخلصها قال إنه تقريل عدم المطابقة هو مقياس لجودة الأداء وقال أفضل قياس للجودة هو قياس التكلفة مقارنة بالتكاليف الناتعجة عن عدم تطبيق يعني لو جينا نحكي إنه الموضوع الجودة بدي يكلفنا من خلال تخصيص فريق معين وفي استقطاب مثلا خبراء وبعدين نتشكل لجان ونعمل عملية تدريب ونوضع أدلة وأجراءات ونعمل متابعة ونشوف رأي الجمهور والمواطن المتلقي للخدمة قال هدولة تكلفة لكن لو جينا نحن نقارنهم بعدم تطبيق معايير الجودة داخل بيئة العمل حيخسرنا أكثر بكثير من اللي هو الحالة الأولى لأنه أنا لو طبقت معايير الجودة تمام هذا خطأ وخلال خلينا نكون خسارة مباشرة متعلقة بالمال لكن كمان ممكن يكون عندي خسارة غير مباشرة متعلقة بالزبون اللي فقد الثقة ما بيني أنا كشركة مصنعة ومصنع أو كذا وبقدم خدمة وفي غيري ممكن يكون سيطر على السوق من خلال الإخفاق اللي موجود عندهم شهرت ياباني الجنسية أحد رواد الجودة وهذا يعني يعتبر من أوائل الناس اللي اشتغلوا في تطبيق الجودة ووضع نموذج يسمون BDCA اللي هو بلان يعني خطط دو نفذ و check BDCA check افحص والA اللي هي اكت أو تصرف حسب النتيجة وقال هذا يعني هاي العجلة أو خلنا نقول هذا النموذج اللي هو وضعه يتسم بخاصية الاستمرارية في التحسين التحسين والتحسين المستمر بقول كل ما وصلنا إلى خطوة معينة أو مستوى معين من اللي هي كفاءة الإنجاز وكفاءة اللي هو المنتج احنا بنحتاج كمان انه نستمر ونعيد هالدورة تاني ونشوف احنا لأنه عشان هي قائمة على التحسين والتحسين المستمر فقال انه بالبي بلان أو التخطيط تحديد مستوى جودة العملية الانتاجية والتعرف على الفئة المستهدفة اللي أنا بدي إياها وبناء علي يتم وضع الأهداف والخطط والرؤى المستقبلية اللي بناء عليها أنا بدي أشتغل قال وضعنا الخطة بتبعنا بدنا نروح نعمل دو دو يعني نفذ الآن بده يقوم بيقول من خلال إعداد فريق مدرب ومجهز من خلال جدول زمني معين من خلال توفير الموارد والإمكانيات التي تسهل عملية التنفيذ وفق الإجراءات والآلية الصحيحة خلصنا من دو برو على الشيك سي اللي هو افحص بقول انه احنا اليوم بدنا في مرحلة التعرف على أو الانتاج التعرف على هاي النتائج هل هي صحيحة هل هي يعني توافقت مع المعايير اللي تم وضعها ولا لا وهنا بدكون فيها يعني هل ماشي مع المؤشرات اللي احنا وضعناها لما احنا عملنا الخطط اللي موجودة يعني هل السي اللي هو الفحص آليات التنفيذ كانت صحيحة ولا لا تمام بعد هيك هاد اكت بناء على هالإجراء اللي هو استصرف يعني ما هو الإجراء المناسب بناء على التشك اللي هو التقييم اللي احنا قمنا فيه أو الفحص ايش هي النتائج اللي كانت موجودة وبناء عليها منقول والله احنا في حالة كتير كويسة احنا في عنا اخفاق معين في اماكن معين بحاجة إلى التدريب إلى التغيير إلى التحسين عشان يقل هاي الدورة أو هاي العجلة أو هذا النموذج هو قائم على تحسين الأداء والتحسين المستمر اللي هو من الأمور الأساسية والمهمة لدى أي مؤسسة ناخد مثال لهيئات الاعتماد اللي هو الجكاو الهيئة الأمريكية المشتركة لإعتماد لمؤسسات الرعاية الصحية وهاي تعتبر من المؤسسات الرئيسية على مستوى العالم اللي قامت بوضع معين الاعتماد للمؤسسات الصحية وكذلك للعاملين الهدف كامل خلالها اللي هو تحسين جودة الخدمة في القطاع الصحي وتقويم الرعاية الطبية بناء على يعني التقييم والتحليل المستمر في حال وجود إخفاقات معينة في مؤسسة زيها اسمها أنيس اللي هي هيئة الاعتماد والتطوير الصحي في فرنسا في الهيئة الطبية الكندية كناديا هيلث أبيل هدولا كله نعتبر من اللي هنا يعني من بداية الهيئات اللي في السمانينات قامت بوضع المعايير ووضع الأسس في كافية اعتماد المؤسسات الصحية واعتماد المقدمي الخدمات الصحية هاي المؤسسة الأمريكية أو الهيئة الأمريكية حطت عشر خطوات قالت تعتبر يعني هاي أساسية بشكل عام نحو تقبيق معايير الجودة قالت أنه تحديد مجالات الخدمة الطبية المقدمة بين قوسين اللي هي الاعتماد للتخصصية يعني ايش التخصص يبلك تشتغل فيه تمام قبل حتى يتم اعتماد هالمؤسسة أو هالخدمة ايش المجال اللي نحن تتوه بدكنا نشتغله فيه يجب أن يتم تحديده طبعا بناء على التخصصية اللي موجودة بدي يكون فيه متخصصين من اللي هم مقدمين الخدمات الصحية يعني بدي يشتغل مثلا مستشفى جراحة تخصصية تمام بدي يكون فيه عنده اخصائيين بشهادات معتمدة بشخص بأشخاص معتمدين مقدمين خدمات جراحين اخصائيين على اختلاف نوعية الخدمة فقال يجب تحديد مجال الخدمة الطبية اتنين تحديد اولويات مجالات الخدمة الطبية حسب اهميات المعنى انه قد يكون في محافظة غزة في عندي اكتر من مركز عيون تمام ويجي مركز عيون يفتح فيش عندي ولا في الشمال ولا مركز وفي الجنوب مفيش فعشان هيك قال انه يجب تحديد مجالات الخدمة اللي انت بدك تقدمها حسب اللي هو النطاق الجغرافي اللي ممكن يكون موجود حسب اهمية هاي الخدمة للمجتمع اللي هو نفسه يعتمد طبعا على طبيعة اللي هو المجتمع وطبيعة الخدمة تحديد مسؤولية المراقبة والتقويم وهنا بيبرز من خلالها يجاد جسم ضمن اللي هو جسم إداري جسم ضمن العفوان ضمن اللي هو الهيكلية الإدارية تقوم بعملية اللي هو المراقبة والتقويم تحديد المؤشرات اللي لازم لتقويم الخدمات الطبية المختارة وهذا من خلال طبعا وجود دلائل إرشادية وبرتوكولات عمل وانه في عندي معايير مؤشرات الآداء عشان نحن نقول أنجزنا أو أخفقنا وضع الحدود المعيارية للمساعدة في عملية التقييم ما تقلش وما تزيدش في عندي معيار معين تمام له علاقة بطبيعة خدمة على سبيل المثال المريض بدي يدخل المستشفى في عندي بروتوكول علاجي هاي البروتوكول العلاجي المناسب معه في عندي مريض يدخل المستشفى ينعمل عملية أو ممكن تكون عدوى أو خطأ طبي قيام الفريق المسؤول بجمع البيانات اللازمة ويتحليلها هذا هو بند رقم 3 تحديد فريق أو مسؤولية المراقبة والتقليم هذولا دورهم أنه يجمع البيانات ويقوموا بتحليلها أولا بأول اتخاذ الإجراءات التصفيحية لكل مشكلة في حال وجود طبعا أي مشاكل أو أي ثلمات يجب أن يتم معالجتها وتصحيحها سريعا قيام الفريق المسؤول بتقويم فعالية الإجراءات التصحيحية وهنا دور طبعا له مسؤول المراقبة والتقييم أو التقويم أنهم الفريق إدارة أو الجودة نفسهم اللي صاروا ضمن الجسم الإداري بعد ما يتم إجراءات تصحيحية مش هم اللي بيقوم بالإجراءات التصحيحية والرسومات البيانية بعد ما قمنا هذا الفريق اللي كان فيه عنده إخفاق معين بالمتابعة وتحليل النتائج ممكن بناء على الإجراءة هل يعني يعطينا فيدباك أو تغذية رجع هل الإجراءات التصحيحية كانت يعني مكافئة أو كانت يعني أعطتنا نتيجة إيجابية ولا كان فيه إخفاقات قيام الفريق المسؤول بتقويم فعالية الإجراءات التصحيحية آخر نقطة قيام الفريق المسؤول بكتابة التقارير وإرسال صور للأقسام ذات العلاقة بالمشكلة وهنا طبعا ممكن من خلال عمليات القياس والمتابعة ما بين قبل من خلال عملية التقييم قبل إيش كان فيه عندنا ووجدنا مشكلة بعد ما قمت بالإجراءات التصحيحية إيش صار فيه عندنا من إيجابية هذا النموذج أو هاي النقاط العشرة اللي وضعتها اللي هي المؤسسة الأمريكية والهيئة الأمريكية للاعتماد المؤسسات الرعاية الصحية بتقول أنه تقوم على أربع معايير أساسية لضبط تحسين الأداء قالت حجم المتضررين من النشاطات الداخلية من خلال عمليات التقييم الأفراد الذين يواجهون المخاطر المشكلات التي تظهر بشكل مستمر بين فترة وأخرى والتكاليف اللي بتدفع بسبب وجود هالإخفاقات أو هالأخطاء اللي ممكن تكون بسبب عدم تطبيق معايير الجودة فاعتمدت على المعايير الأربعة هذول عشان نقول هل في متضردين ولا لا إذا الأمور عندنا إيجابية وطبقنا اللي هي معايير إدارة الجودة بشكل صحيح هل في أفراد تعرضوا للخطر الأفراد الذين يواجهون المخاطر هل في مشكلات بين كل فترة والتاني يعني عسب المثال في عندنا وباء معين أو بلاش أقول بلاش على مستشفى النطاق محدد في مستشفى المرضى بطل يستجيب إلى المضادات الحيوية معنا الكلام في انتشار لمايكروب معين خلته المضاد يصير ريزيست أو مقاوم للعلاجات هاي شغلات عمالة بتظهر بتدلل على وجود إخفاقات ومشاكل داخل اللي هو المكان أو انتشار اللي هو للعدوى الهوسبتل أسوشيات أو هوسبتل أكويرد انفكشن أو أسوشيات انفكشن اللي هي العدوى داخل المستشفى اللي بسموها النزو كومير انفكشن اللي تم اللي هو أخذها وهذه تدلل من ضمن المشاكل موجودة كمان التكاليف اللي اندفعت بشكل مباشر بسبب وجود اللي هي المشاكل بسبب عدوى أو أمراض معينة داخل المؤسسة نفسها النقطة الأخيرة اللي هو نظام الآيز الآيز هو فيه عندنا يعني في الفصل تقريبا يمكن الثالث عشر أعتقد هيكون فيه حديث مفصل عن اللي هي الفصل عفوا عن اللي هو التقييس نظام التقييس في المؤسسات بشكل عام رح نحكي فيه أو بسموه في الفصل العاشر هي النظام المنظمة الدولية للتقييس الآيز حنحكي عنها بالتفاصيل إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل بقية الفصل في اللقاء القادم إن شاء الله يعطيكم الهافية والسلام عليكم